في الآية التسعة وتسعين آخرها بئس الرفد المرفوض الري بئس الري هذه رأة مشددة رأة ساكنة وبعدها رأة مكسورة الرأة الساكنة تأخذ حكم المكسورة لماذا؟ لأنها أضغمت فيها يعني لا يقال بئس الرفد بئسر يقول لك هذه الرأة الساكنة قبل فتحها لا يا حبيبي المدغم حكمه وحكم المدغم فيه شو حكم الرأة الثانية؟ الري فالرأة المكسورة مرقخة إذن الرأة المدغمة فيها مثلها فنقول بئس الري ولا نقول بئس الري تبهنا نقول الريبة الري الريح ولا نقول الريح أو الريبة لا أبدا طبعا ننتبه لهذا في الآية مئة ذلك من أنباء القرى انظروا إلى فمي ناقص نا نفتح الفم نا قو نضم الشفتين من أجل القاف بعدها صاد مشددة الصاد المشددة تنفك إلى صادين ساكنة فمضمومة الضم لمن؟ للصاد الثانية أما الأولى فلا ضم معها ولا نقول لا نقول ناقص لا 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 ناقص ثم نقول صو ناقصه عليك أقيس عليها كل ما يأتي من هذه الأشياء ناقص ولا نقول الخطأ ناقص ضم الشفتين هكذا مع الحرف الساكن هذا اسمه إشمام عند القرى اسمه إشمام وليس هذا من أماكن الإشمام فلينتبه إلى ذلك